من دون هدنة أو توقف يواصل فيروس كورونا استغادى ضحايا في أرجاء العالم مسجلاً أرقاماً قياسية جديدة ليتجاوز عدد الإصابات عالمياً عتبة المليون السادس والوفيات أكثر من 360 ألفاً فيما لا تزال خطوة اكتشاف لقاح نهائي للوباء بعيدة على المدى المنظور وفي الوقت الذي تواصل فيه العديد من عواصم العالم رفع تدابير الإغلاق والتحرر من قيود الوباء ترتسم صورة مغايرة لدى العلماء الذين حذروا من كارثة لم تكن في الحسبان توصح حالة الغموض التي لا تزال تسيطر على المشهد الوبائي تعالى التحذيرات من أن الفيروس قد لا ينتهي حتى مع اكتشاف لقاح أي أنه قد يتحول إلى وباء متوطن سيكون على البشرية تعلم التعايش معه وهناك بالفعل أربعة فيروسات تاجية مستوطنة وموجودة باستمرار ما يسبب نزلات البرد ويعتقد خبراء أن فيروس كورونا سيصبح خامساً وستكون آثاره أخف مع انتشار المناعة وتكيف أجسامنا معه بمرور الوقت ورغم الصورة البائسة لم يفقد العالم الأمل في التوصل إلى علاج أو لقاح فعال حيث لا يزال العلماء يعكفون على درسة العشرات من العقارات المقترحة معظمها أدوية موجودة سابقاً يتم تطويرها وتجريبها أملاً أن تأتي ثمارها في وضع حد لتلك المأساة لكن انتشار فيروس كورونا بحسب محللين أكد بما لا يدعو مجالاً للشك منها شاشة نظام الدفاع الإنساني والاقتصادية حيث كادت صناعة الدواء في العالم تتشابه مع صناعة السلاح كسباق تجاري يعلو فوق الهدف الإنساني والعلمي ولحين تمكن العالم سواء من التكيف مع تلك الجائحة أو إيجاد لقاح لكبح جماحه فإن العالم ما بعد كورونا لن يكون بالتأكيد كما كان قبله في ظل أزمة صحية نفسية تخاصر الملايين ممن وضعهم الوباء في حالة عزلة وفقر وقلق تتسبب جميعها أو قد تكون سبباً في أزمة نفسية ترجمة نانسي قنقر